اشتركوا في القناة هذه الازمة ويحرب من المشكلة ويحاول كل مشاكل التي جاء الحكومة الحكومة جاءت بظروف استثنائية ونجحت بعبور التحديات كلها ولكن المؤسف له عمر الحكومة يقارب 22 شهر تقريبا سنتيا وستة شهر ولحد هذه اللحظة موازنة عندنا فقط لستة شهر الناس تتساءل تطلب والحق الناس تطلب كل شي تطلب شارع مبالله تطلب مياه تطلب مدارس صحة ولكن هاي يجب أن توفر بيها موازنة حتى تقوم الحكومة بدورها الانستاذ السياسي نعكس على تشكيل حكومة وبالنتجة نعكس على عدم موجود موازنة قبلنا كل التحديات وحاولنا نذللها وكننا دائما نجابه الاتهامات والافتراءات والظلم بالصمت من أجل العراق ومن أجل ناسنا وشعبنا الذي يستحق حياة أفضل من الحياة الحالية إزمتنا هي مول إزم الوحيدة بالعالم أكو تجارب كثيرة بالعالم مرت قريبة من تجربتنا وقد تكون أعقد ولكن بالحكمة وبالعقلة وبالقادة السياسية نجحون يعمرون المرحلة وبعض هذه الدول تحولت إلى تجارب ناجحة سنجابور نموذج للدولة الفاشلة كانت تحولت اليوم واحدة إلى أهم دول في العالم أفريقيا في راوندا كانت هناك حرب أهلية ومجازر تحولت اليوم واحدة من أهم الدول في أفريقيا فمن غير معقول في العراق هذا البلد المؤسس للحضارة الإنسانية عمرك 8000 سنة ما زلنا أن نتعاطى مع المشاكل بكسر إرادات نطلوب الحكمة والوفاء لهذا البلد هذا البلد نطعنا الكثير هذا البلد أعطانا التاريخ أعطانا لكي نتباهر بها ونفتخر بها يجب أن نرد جزء من هذا الجميل لبلدنا إلى وطننا ولا شعبنا هذا الشعب المسكين الذي تعرض منذ فتاة طويلة إلى سوء الإدارة وإلى العوز والحروب المدمرة قررنا في الحكومة لأننا نتورط في الدم العراقي لا اليوم ولا غدا لن نتورط أبدا الدم العراقي عندنا غالي والمشاكل تنحل بالحوار ثم الحوار ولهذا غدا سوف أدعو إلى حوار وطني عراقي لكل قادة بلد المساهمة بإيجاد حل أو تفكير بحل هذه القضية رسالتي إلى أخواني إلى قادة البلد الكل زائل والتاريخ هو الحكم عجب أن نكون بمستوى التحدي والتضحية من أجل العراق ليس أنصر ضعف أنصر قوة ليس صور البعض عندما يقدم تنازل إلى أخوه كأنما هو في موقف ضعف لا خطانين التنازل هو عنصر قوة حقيقي أتمنى على الجميع أن تهل بالصبر بالشجاعة حتى نعبر هذه المرحلة حتى نقدر نملي بلدنا رغم عدم وجود موازنة منذ سنتين الأمور نمشيها وبصورة صحيحة لا تتصعيح حكم أن تعيش بدون موازنة أنا صالنا سنتين من معدل سنتين ونص سنتين بدون موازنة ماشيين مشينا البلد فالفرصة النجاح ممكنة إذا أحد تكاتفنا وتعاملنا بروح لفريق عمل واحد وبروح الانتماء للعراق سنتين بدون موازنة